أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي إماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به فإذا سقط الأمود سقط ما بني عليه وهي أول ما يهاسب عليه الأبد يوم القيامة فإن سلها تسلها سائر عمله وأفلها وأنجه وإن فسدت فسد سائر عمله وخاب وخسر والصلاة آخر ما يفقد من دين الأبد فإذا ذهب آخر الدين لم يبقى منه شيء وهي آخر وسية أوسى بها النبي أمته فأن أم سلامة رضي الله عنها أنها قالت كان من آخر وسية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل نبي الله يجلجلها في صدره وما يفيد بها لسانه وما ده الله تعالى القائمين بها ومن أمر بها أهله فقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذم الله سبحانه وتعالى المضيئين لها والمتكاسلين عنها فقال بعد أن ذكر جملة من الأنبياء فخلف من بعدهم خلف أضاء الصلاة واتبأوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى إن المنافقين يخادئون الله وهو خادئهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وعظم الله شأنها ففردها بدون واسطة ليلة الإسراء والمعرج فوق سبع سماوات فردها خمسين صلاة في اليوم والليلة وهذا يدل على محبة الله تعالى لها ثم خفف الله عز وجل عن عباده ففردها خمس صلاوات في اليوم والليلة فهي خمسون في الميزان وخمسون في الأمل لمن قام بها ابتغاء مرضات الله وافتتها الله آمال المفلهين بالصلاة واختتمها بها وهذا يؤكد أهميتها قال الله سبحانه وتعالى قد أفله المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون وختمها والذين هم على صلواتهم يحافظون ولإظم منزلتها أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بأن يأمروا بها أهليهم قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نهن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء أشر السنين وفرقوا بينهم في المضاجئ وأمر النبي النائم والناس بقضاء الصلاة وهذا يؤكد أهميتها وأنها لا تسقط على أي هال من الأهوال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك متفق عليه وليظم شأنها وأولوه مكانتها عند الله لم يؤذر المريد بتركها وأمر بأن يصلي على حسب حاله فيصلي قائما فإن لم يستطع فقائدا فإن لم يستطع على جنبه فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره فإن لم يستطع صلى على حسب حاله على أي حال لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإن أجز المريد عن جميع الأهوال السابقة صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الرقوع والسجود والقيامة والقعود بقلبه لأن الصلاة لا تسقط أنه ما دام أقله ثابتا بأي حال من الأهوال سواء استطاع استقبال القبلة أو لم يستطع سواء تطحر أو لم يتطحر ولئذم منزلتها أنه من تركها عامدا أو عمدا بدون أذر جاهدا لوجوبها يكون كافرا مرتدا بإجماء المسلمين ويجب قتله عند ولي أمر المسلمين بعد الاستتابة فإن لم يتطب يقتل حدا هذا ما جاء في شرء الله سبحانه وتعالى فإن أخرى بوجوبها فإنه يكون كافرا أيدا عند المحققين من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فرواه مسلم وقال الاهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقط كفر وعن أبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأمال تركه كفر غير الصلاة كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 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 ويحن يكون الظالجة ليس لديها لكنها لا يمكنك تحول من جيدة ويساعدتم تحول مدد ويساعدت على جيدة أن يمكنكم أن يكون سعطينا سوف يدنعي إكتبار لأنه لا يمكنك أن يكون لديها مدد لذلك يؤدي أمع يلقح الأمثال تجد أمع المنزل سمجر إطارة الأمثال ام Interior أو رسالة الأمثال وإلى اللقاح كما يودون داخل أمثال نحن سبب مفرد إن نحن بعض الأمثال لذلك شيئ أمثال حلقت في المثال فهذه المنزل فهذه المنزل يتصبح ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى الإستاذ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر